وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال لقائهما في أنقرة ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي كل من العراق وسوريا وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن أردغان وماتيس وصفا توجه إقليم كردستان العراق لإجراء استفتاء على الانفصال لأنه خطوة خاطئة قال وزير الدفاع الإيراني الجديد العميد أمير حاتمي إن الوزارة ستواصل دعمها لمحور المقاومة وخصوصا اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس أكد الوزير الإيراني أن الدعم سيتواصل لكل من الحرس الثوري والجيش في جميع المجالات قال وزير الخارجية الإيراني محمد جوادريف إن وفدا ديبلوماسيا سعوديا من المقرر أن يزور إيران بعد موسم الحج لتفقد مبنى سفرة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد وضف أن وفدا إيرانيا سيزور السعودية كذلك وشار لأن تأشيرات صدرت لكل الوفدين وأنهم في انتظار انتهاء الإجراءات وفيما يخص عودة العلاقات بين طهران والرياض أوضح ظريف أن الأهم هو أن يكون هناك تغير حقيقي لسلوك الرياض في المنطقة ومع طهران وأكد أن ذلك لم يحدث حتى الآن وأن سلوكيات السعودية لا تضمن حتى مصالحها وأعرب ظريف عن أمله أن تحكم الرياض العقل في قرارها وأن تتخذ سلوكا مغيرا